2018 عام زايد الحقيقة جعلني يفكر في مؤتمر أبو ظبي للعيون من زاوية مختلفة أنظر له ما القيم زايد؟ ما هي القيم التي قرسها زايد؟ فينا كإماراتيين وفينا كعرب وما هي القيم التي أسست مؤتمر أبو ظبي للعيون؟ أبو ظبي للعيون بدأت فكرتها بسيطة ونحن اليوم في دورتها الثانية وفاء منا للأباء المؤسسين الذين زرعوا فينا قيمة هامة لذلك وفاء منا وعرفانا لما قدموه لنا نقدم لكم مؤتمر أبو ظبي للعيون برا بقسمنا الذي أقسمنا عند التخرج كأطباء بأن نعلم من يصرنا هذا المؤتمر هدية ووفاء منا لقسمنا ولأبائنا ولأباء المؤسسين نقدم العطاء لأخواننا على مستوى دول الخليج أو على مستوى العالم العربي أو يتعدى ذلك للعالم نجتمع تحت مظلة واحدة لنعزز قيمة من القيم التي غرسها زايد الخير على وهي الوحدة على وهي الاجتماع كانت أبو ظبي والإمارات بشكل عام سباقة في اجتماع الأخوان مؤتمر أبو ظبي لطب العيون استقى قيم ولكنه أخرج قيم في فريق العمل وأنتج مؤتمر أبو ظبي لطب العيون الأول مؤتمر أبو ظبي لطب العيون بجسد قيمة الإخاء الحقيقي من أجل الارتقاء الارتقاء بالوطن الارتقاء بالفرد الارتقاء بالتعليم الارتقاء متماشيا مع الرؤى الحكومية سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي رؤية 2021 تقوم على شركاء في الصحة شركاء في التعليم وعندما نتحدث عن الرؤية المحلية 2030 تقوم على اقتصاد مبني على المعرفة المستدام مع التركيز على القطاع الصحي والقطاع التعليمي لذلك هنا ندمج بين الصحة والتعليم عندما نتحدث عن أدوه مؤتمر ريعة يذهب للبحوث العلمية ولتطوير الدراسات العلية في طب العيون ألخص مؤتمر أبوظبي للعيون في وفاء أعطاء إخاء وارتقاء وحياكم الله في مؤتمر أبوظبي للعيون